ها نحن نلتقي مجددا مع جلسة حوارية جديدة من داخل مركز الشيخ علي الغريان الكتاب عنوان جلستنا لهذا اليوم قراءة في كتاب عمل المسلمين مفهومه وحجيته وآثاره للمؤلف الدكتور فيصل بن سعيد الزهراني وضيفنا في هذا اللقاء الطيب والمبارك هو الدكتور محمود سلامة الغرياني أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين أرحب بك سلام بك شكرا سلام بك ويجزاك الله كل خير على تلبية هذه الدعوة وأسابق وقدمت لنا العديد من الجلسات الحوارية النافعة جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وكتابنا هذا يعني يتكلم عن قضية فرخية يعني من الأهمية بمكان وهي قضية ما عليه العمل أو ما جرى به العمل ويدخل في ذلك عمل أهل مدينة وعمل المسلمين عموما فكيف يعني أصل هذا المؤلف لهذه القضية وكيف أبين هذا المفهوم الذي يحتاج إلى تحرير ولا شك أن هناك كثير من الإشكالات حول هذه القضية فنترك لكم مجال بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لك الشكر أستاذ محمد على هذه الدعوة وشكر موصول لمركز الشيخ علي الغرياني للكتاب وأقدم التهنئة للمركز ولي عموم الليبيين لقرب افتتاح المركز من جديد إن شاء الله بعد انتهاء أعمال التوسعة ونصى الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسنات من سعى إلى هذا العمل المفيد للثقافة ولي عموم طلابنا جميعا نعم برك الله فيك الحقيقة هذا الكتاب من الكتب الملفتة للنظر في الدراسات الحديثة الفقهية الحديثة والأصولية الحديثة المؤلف درس دراسة موسعة رصينة محكمة دقيقة لهذا المعنى الذي لفت نظره كما ذكر في المقدمة أن مسألة عمل المسلمين بمقارنتها بما تكلم فيه الأصوليون والفقهاء والمحدشون والفقهاء إذا كنا الفقهاء الفقهاء المذاهب المختلفين لفت نظره وجود هذا المعنى وانتشاره داخل الدرس الأصولي والمصطلحي والفقهي ومع ذلك فإنه ليس متضحا تمام الاتضاح في دوره الفعلي لأن جزءا من هذا المعنى أصبح معمولا به في علم أصول الفقه تحت عنوان الإجماع ولكن هناك معاني أخرى أقل درجة من الإجماع بدأ للمؤلف أنها غير منتشرة التعريف بها أو التعريف بها غير منتشر أو أنها لم تتخذ مكانها الأصولي المناسب لها في حين أنها موجودة بالفعل في فتاوى العلماء وفي أعمالهم العلمية وعلى الأخص في مسائل المداهب الفقهية وفي مسائل مصطلح الحديث وتصحيح الرواية من هنا جمع المؤلف حفظه الله وبركه في جهوده جمع كل ما يتعلق بمصطلح العمل وهو مصطلح أعم من مصطلح الإجماع ويتقاطع معه تقاطعات كثيرة ومهمة وبهذا العمل الضخم أعتقد أنه دخل في سلسلة الكتب والمؤلفات المهمة في موضوع العمل نحن المالكية لنا اهتمام خاص بمسألة العمل من جهتين من جهة عمل أهل المدينة الذي انتشر عند المصنفين عموما وصفه بأنه إجماع أهل المدينة وبيّن عدد من العلماء الباحثين والمستقرئين خطأ هذه التسمية وبقية الدراسات تعمل على تجلية مفهوم عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ودرجاته وأيضا من جهة أخرى المتأخرون من المالكية في زمن في زمن المتوسط ظهرت عندهم مسألة جريان العمل أو الماجريات أو ما جرى به العمل أو العمل بالضعيف إذا ترجح بمرجح ومن هنا أصبح كان للمذهب المالكي اهتمام خاص بمسألة العمل من هنا لفت انتباهي هذا الكتاب الغزير والمهتم بمسألة العمل ورأيت أننا يجب أن نتلقى ونتلقى في هذا الجهد من عالم وباحث هو غير مالكي من فئة غير مالكية ومع ذلك فإنه قد التفت إلى مسألة العمل وأهميتها وربما غياب التفصيل الأصولي أو الدمج الأصولي المناسب لهذه المسألة في غير موضوع الإجماع الذي أصبح جزءا من علم أصول الفقه وبالتالي رأيت أن أعرض هذا العمل على طلاب العلم والمهتمين بهذا النوع من الدراسات من أجل دفعهم إلى متابعة هذه الأعمال جميعا الموسوعة البحثية المعاصرة المتعلقة بالعمل سواء كانت مخصوصة بعمل أهل مدينة أو مخصوصة بعمل ما جرى به العمل أو العامة للعمل عموما فإن فكرة علاقة العمل بالحجية الشرعية وتأثير ذلك في تصحيح وتضعيف الرواية وفي ضرورة التأويل أو قبول التأويل وعدمه تعد مسألة مهمة في هذا العصر وذات متوجبة على طلاب العلم وإذا كان هؤلاء الطلاب من المالكية فهذا أقرب إلى تناولهم نظرا كما قلت إلى دور العمل في هذا الباب والمصنف الحقيقة أعتقد أنه أنصف المذهب المالكي وأدمج كثير من مباحثه واعتمد جزء كبير من مفهوم العمل الذي رآه المالكية دمجه في مفهوم العمل وفي محاولة صياغة نظرية للعمل هذه النظرية للعمل في نظري ربما هي تكملة لنظرية الإجماع يعني لما ننظر الإجماع الذي هو ملزم والذي يجمع علماء الأمة ويوحد الفتوى ولكن ما به العمل قد يكون في جانب الثبوت أقل وقد يكون حتى في جانب الاختلاف حوله بعض الأحيان يكون محل خلاف ليس هو اتفاق كل الأفراد ولكن مع ذلك القيمة العلمية التي أعطاها السلف قديما سواء كانوا مرحلة الصحابة أو مرحلة التابعين أو مرحلة المطبقين للعلوم الفقهية مثل علماء المذاهب أعطوها قيمة علية وإهتموا بها فهي ينبغي نحن أيضا أن نعمل هذا العمل أعتقد أن الباحث استطاع أن يلم بالموضوع مع بقى بعض الموضوعات ربما هي التي هي لم تحسم أصلا بحثيا وبقيت محل جدل عند المنتناقشين من مازايا هذا الكتاب في نظري أنه جمع أو أشار وأصل لفكرة ترابط العلوم فإنه في تناوله لهذا الموضوع جمع مسائل التصحيح والتضعيف مع مسائل الدلالة مع مسائل الاحتجاز وما يقرب من مسألة الإجماع اجتمعت في نظرية متكاملة وهذا الجمع في نظري مهم لبدأ بحث يعدل النظرة المعاصرة اللي هي أصبحت نظرة تجزئية أغلب المعاصرين اليوم أصبحوا ينظرون نظرة تجزئية اللي هي ينظرون نظرة يعني علوم المصطلح بانفرادها وعلوم الأصول بانفرادها وعلوم الفقه المذهبية على انفرادها وبالتالي ربما لا يوجد الرابط المهم بين هذه المعاني فأعتقد أن مثل هذا العمل هو شعور أصولي عام من الناس المهتمة داخل أهل السنة بعلم أصول الفقه السني شعور بأهمية هذه المسألة رغم أنهم ليسوا من المتأثرين مباشرة بمسائلها مثل المالكية والحنفية الذين هم مالكية عندهم مسألة العمل في شقيها والحنفية عندهم مسألة العرف والاستحسان أيضا ذات بعد مهم في هذا الاتجاه بالتالي هذا الكتاب أعتقد صاحبه بذل فيه جهدا يعني حتى بحثت على شخصيتي في الانترنت ولم أجد يعني كثير عمل فقه له وكذا وعنه أبداع يعني فيه لكن هذا الكتاب يمثل بالفعل درجة أبداع مميزة خاصة لمن يتصور تخصصية المشكلة ومدى أهمية البحث الذي قام به باركة مجرد نقل بس نعم هو يعني دراسة أعتقد تحتزى دراسة تحتزى ويجب على طلاب العلم وحتى طلاب المنهجية البحثية أن يستفيدوا من مثل هذا العمل وهذه المشقة البحثية التي ركبها هذا الباحث لأنه استطاع أن يلملم أطراف الموضوع بدرجة مناسبة تضبط أو تقبل على السؤال هو أهم شيء في الدراسة أن تفتح باب الأسئلة إذن أين الحل؟ إذا كانت هنا توجد أشياء بها روابط ولم ندركها فأين هو الرابط؟ ولماذا لم ترتبط هذا؟ هو يضعنا أمام إجابة محتملة وقريبة جدا وأعتقد أن ربما يكون الأمر أيسر الآن على الباحثين إذا بدلوا الجهد في تفاهم نظرية العمل من خلال سلسلة المؤلفات تبدأ سلسلة المؤلفات في العمل من محمد أبو زهرة في كتابه مالك والجزء الذي أعطاه للعمل شيخ فاتح زقلام وسلسلة البحوث التطبيقية لمسألة العمل ومسألة هذا البحث هو جزء مهم منها بداية أعرض الكتاب والكتاب حقيقة حجبه مهم جدا كبير جدا موسوعي فيه يصل إلى حدود 800 صفحة باستثناء المراجع خالية من المراجع لأنه حالة في المراجع إلى البركود طريقة حديثة ولكن الحقيقة للأسف أن هذا عيب في هذه النسخة هذه الطبعة لأن البركود ربما تلف في المصدر ومتعي لم أتمكن من الرجوع إلى قائمة المراجع نطلب من المصنف أو من دار النشر أن تهتم بإدراج قائمة المراجع ورقيا لأن هذه التقنية ربما أضعت علينا الاستفادة من قائمة المراجع إنما هو بالحقيقة ما ذكره رجل ببليوغرافية مهمة جدا جامع لكل أشتاة المسائل ولكل مسألة يذكر ما تذكر فيها ما صنف فيها من رسائل ومن بحوث فيجب أن ينسب لأهل الفضل فضلهم وأعتقد أنه من البحوث المميزة جزاو الله خيرا الكتاب قسمه المصنف إلى أربعة فصول الفصل الأول في المفهوم مفهوم عمل المسلمين والفصل الثاني في الاحتجاج بعمل المسلمين في الحجية والفصل الثالث في أثر الاستدلال به في التعارض والتراجيح والرابع في الدراسة التطبيقية في العلاقة بين العمل والنصوص وهذا عبر عنه في العنوان عمل المسلمين مفهومه وحجيته وأثاره فهو قد جعل جزءا للناحية النظرية والتأصينية وجزءا للناحية التطبيقية أو ناحية الأثر في التصحيح والتضعيف يعني هو أيضا دراسة نظرية وليس دراسة تطبيقية ولكن هو في أثر التصحيح والتضعيف في أثر الحديث على التصحيح والتضعيف وتناول فيه قضايا مهمة جدا سوف نمر عليها إن شاء الله إذن الفصل الأول قسمه الباحث إلى ثلاث مباحث المبحث الأول تحرير المراد في عمل المسلمين اهتم بالمعنى في مسألة العمل وعرف العمل لغة وشرعا وتكلم عن العمل إذا ورد في الكتب الشرعية فإنه أحيانا يكون الاحتجاج بالعمل إما شرعي عام وإما مذهبي وأشار هنا إلى المسائل المالكية استند إليها في هذا المعنى وصل إلى تعريف بأن عمل المسلمين هو كل قول أو فعل أو ترك مقصود يصدر من جميع المسلمين أو بعضهم في عصر ما يستدل به على أمر شرعي ودعنا المبحث الثاني في صيغ نقل عمل المسلمين وهو مبحث ثمين جدا في غاية الثراء النقل يعني جمع عبارات الأقدمين في مجالات مختلفة بصيغات مختلفة كلها تعبر عن هذا المعنى فمثلا الصيغة المشتقة من مادة عمل المسلمين من هذه الصيغة ذكر عدد من الصيغة وكل صيغة يستدل عليها بمن قالها من المتقدمين مثل صيغة عمل الناس وعمل الأمة وقسم أيضا أن هذه الصيغة بعضها عام وبعضها خاص مثل عمل السلف وعمل الصحابة الصيغة الأخرى أو النوع الآخر أو المادة الثانية للتعبير عن هذا المعنى هي مادة الإجماع وأن الإجماع أصبح فيه إجماع خاص وإجماع عام وإن كان لأن الإجماع الخاص يقصدون بإجماع أهل المدينة وتبين بما لا يدع مجالا للشك بأن تسمية عمل المدينة بإجماع أهل المدينة هي تسمية غير دقيقة وإن كانت استقرت لقرون متطاولة في علم أسول الفقه لكن هذا الباحث استعمل لاصطلاح المستقر وجعل الإجماع باعتباره صورة من صور العمل قسم الإجماع إلى قسمين قسم الإجماع الخاص وقسم الإجماع العام ثم أيضا أدركت الناس وأدركنا الناس كانوا يفعلون كذا كنا كل هذه الصيغ تعرض إليها تعرض كامل باعتبار أن هي التي تشير إلى ملحظ العمل لأن الباحث أو الفقه عندما يستدل بالعمل سيستعمل بهذا الأمر وهذا كأنه يعين الباحثين على كيفية تلمس قضايا العمل في التراث بعد ذلك تعرض في مبحث ثالث للمصطلحات ذات العلاقة بهذا الموضوع وجعل فيه ستة مطالب وست مطالب مهمة لأنها موضوعات أصولية دقيقة يعني هو كأنه هذا الرابط هنا في هذا المبحث الرباط الأصولي يعني رباط مسألة عمل المسلمين بالرباط الأصولي لأن هذه المطالب هي الكلام عن علاقة عمل المسلمين بالإجماع وتناول فقرات مهمة جدا داخل باب الإجماع يعني ربما هذه دراسة مستقلة كالبحث المصغر في حدود عشرين صفحة لموضوع الإجماع والمصطلحات داخل باب الإجماع التي تعد أقساما من الإجماع لأنه كتاب الإجماع في الأدلة أو دليل الإجماع في الحقيقة هو ليس دليلا واحد وإنما هي أدلة متعددة كل إجماع قد يتدرج يكون مختلفا عن الإجماع الآخر حسب درجة الشروط المتحققة فيه فالإجماع الذي يكون قوليا وتحقق فيه كل فرد من العلماء يختلف عن الإجماع القولي الذي لم ينقل عن كل فرد من العلماء والإجماع السكوتي والسكوت له درجات ومسائل في الإجماع كثيرة في الحقيقة كل منها وجه مخصوص للاستدلال بالإجماع وليست هي كلها شروطا لإجماع واحد ولذلك كتاب الإجماع كتاب دسم ومليء بالأدلة العملية وإن كان اللفت النظر لا يلتفت إلا إلى المعنى الأصلي للإجماع وهو اتفاق جميع علماء المسلمين ولذلك تعرض هنا لكل هذه الأشياء وعلاقتها بعمل المسلمين الذي يريد أن يبحث فيه حكم الإجماع اللفظي، الإجماع المعنوي، الإجماع الفعلي، الإجماع القولي، الإجماع التركي حكم إجماع الأكثر، الإجماع بعد الخلاف حكم المخالفة بعد إنعقاد الإجماع حكم علاقة عمل المسلمين بدليل الإجماع عموما ولذلك ألفت النظر هنا إلى أنه قدم إضافة مهمة فيما يعرف بالإجماع التركي وهو مسألة من المسائل المستحدثة والبحث فيها بحث شائك وفيها نوع من التوجيه يعني مسألة موجهة أي تتنزعها المذاهب والمناهج وخاصة في موضوع البدعة وبالتالي تناول هذا الموضوع وأضاف إضافات مهمة في ربطه بمعنى عمل المسلمين وبدليل الإجتماع فهو من مضان البحث في هذه المسألة المهمة ومن من اهتم بها اهتمام جيد المطلب الثاني من المصلحات ذات العلاقة مسألة التواتر وتكلم عن التواتر اللفظي والمعنوي والعملي والطبقي وما إلى ذلك وحجية المتواتر الخبري والعملي وعلاقة التواتر بهذه المسألة المطلب الثالث علاقته بقول الصحابي وأتى بالمسائل المذكورة وتدرجات هذا الأمر مطلب الرابع علاقته بالماجريات عند المالكية وهنا يعني موضع من مواضع درسه لموضوع مهم عند المالكية ولم يعني لم يقصر الباحث في وصف جهات مهمة جدا في هذا العمل وبالتالي أعتقد أن هذا درس مهم لطلاب العلم عندما يشتغلون شغل يكون فيه الاستقصاء والبحث والاهتمام بالتفاصيل فأعتقد أنه استطاع أن يحمل التصور الصحيح للمسألة بشكل واضح وأنصف المالكية في هذا الأمر وقارن بين المذهب وفسر لماذا ما جرى بالعمل الموجود في الغرب الإسلامي ولم يوجد في المذهب المالكي في العراق على سبيل المثال وفسر ذلك بأن المذهب المالكي في الغرب الإسلامي كان مذهبا قضائيا يعني يعمل به القضاة ولم يكن مذهبا قضائيا في المشرق في البغداد وغيرها وبالتالي لم تبرز قضية العمل هناك وربط استفاد المعاصرة في المملكة السعودية استفادتهم من خطة العمل المالكية عندما دخلوا إلى باب التقاضي لأن الحنابلة قديما لم يكنوا لم يكن لهم دولة تتولى القضاء وذلك لم ينتشر أيضا عندهم مفهوم العمل فهذا التفسير يعني فسر به المسألة وأضاف إضافات مهمة جدا أنصح بأن تقرأ على وجه الاستقلال المطلب الخامس علاقته بالعرف ومعروف موقف الحنفية والمالكية من دليل العرف وقد أتى بذلك بشكل مطول علاقته المطلب الثالث علاقة عمل المسلمين بعمل أهل المدينة وهو أيضا قد تولى جمع المادة العلمية اللازمة لهذا الأمر وفصل التفصيل الذي ينقله المالكية في هذا الموضوع فهو أيضا فيه صفحات ثمينة ومهمة أن يطلع عليها طلاب العلم من المذهب المالكي والمهتمين بأصول المذهب لأن فيها توصيفات ونقول وتأصيل أو إعادة صياغة جيدة في هذا الباب ثم عقد الفصل الثاني للإحتجاج فإذا كان في الفصل الأول كون الفكرة العامة عن عمل المسلمين والموارد التي يمكن أن يستقى منها هذا المبحث من خلال أدلة تفصيلية وموضوعات تفصيلية ومن خلال إصطلاحات علمية فالآن يدخل إلى مسألة الاحتجاج قسم هذا إلى أربعة مباحث هذا الفصل إلى أربعة مباحث جعل المبحث الأول لتقسيم أنواع عمل المسلمين ويشير هنا إلى أن مسألة العمل المسألة ليست دات معنى واحد لأنها تتدرج تدرجات متعددة وكل تدرج يكون له حكم مختلف والحكم أيضا كما هو للتدرج في الوضوح والنقل والتصريح يكون أيضا تدرج مبني على المقابل على المعنى المقابل لأن المعنى المقابل أيضا قد يكون فيه قوة أقوى من ناحية النقل من العرف أو العمل المنقول وقد يكون أقل وكذا فتنشأ أيضا علاقات تعارض فالمسألة هي مسألة دقة بحثية ودقة اجتهادية طبعا هذا ينقلنا إلى عدم استسهال البحث الفقهي والأصولي وعدم التسرع في الإفتاء وفي الضبط وفي الإدعاء على المذاهب أنها تقول بكذا أو خالفت الدليل النصي أو ما إلى ذلك قبل المرور على مثل هذه التفاصيل فذكر طبعا أن هناك عملا عاما وعملا خاصا هناك عملا قديما عند السلف الأول وهناك عمل حادث بعد السلف الأول مثل عند زمن المذاهب الفقهية أو بعدها تكلم أيضا عن عمل نقلي وعمل اجتهادي وهو يشير بذلك إلى ما فصل به عمل المدينة من أنه يتكلم إما على الجانب نقلي أو جانب اجتهادي أيضا عمل مختلف فيه وعمل مجمع عليه مبحث الثاني تحرير الخلاف في الاحتجاج وجعل فيه ثلاث موضوعات مهمة الموضوع الأول حقيقة العمل العام وحجيته والمطلب الثاني حقيقة العمل الخاص والمطلب الثالث دلالة عمل المسلمين أو وجه الدلالة وجه الاستدلال بالعمل إذا كنا سنستدل بعمل المسلمين فعلى أي وجه تكون دلالته المطلب الأول إذن وتكلم عن موقف الأصوليين من العمل المسلمين من قضايا العمل وهذا فصل مهم جدا مطلب مهم جدا وتناول فيه كل مذهب على حداء مسألة العمل داخل كل مذهب على حداء يعني مسألة العمل داخل المذهب الحنفي ومسألة العمل داخل مذهب المالك فإذن في الأول بدأ من موقف الأصوليين وذكر أن الأصوليين عندهم موضوع الإجماع الصريح وعندهم الإجماع السكوتي وعندهم الترجيح الترجيح بالعمل مثل الترجيح برواية المدني والترجيح بكل أهلي أيضا والترجيح بما جرى عليه العمل في مقابل ما لم يجري عليه العمل ضمن المرجحات فإذن الأصوليين اهتموا أيضا وذكروا حجية ما به العمل أو ما جرى به العمل في مقابل النص مثلا في هذه الموضوعات التلاتة موقف الحنفية أيضا كيف احتجوا بالعمل وقضايا العمل كيف أترت في خبر الواحد عموم البلوة مسائل كثيرة في هذا الباب ثم تعرض لموقف المالكية وتكلم في احتجاب كلامهم عن العمل وأنه ليس إجماعا حتى ما تكلموا به عن أن عمل أهل مدينة ليس إجماعا نقل عن ابن مرزوق الحفيد نقلا جميلا ومهما في أحد أجوبته في المعيار وهو دليل على استقصاء الباحث لهذه المصادر واهتمامه بمصادر المذاهب التي يتعرض لها ثم تعرض إلى موقف الشفعية من هذا الأمر والشفعية يعدون ربما أضيق المذاهب تجاها لدور العمل لأنهم كرسوا مفهوم العمل وأثاره في مسألة الإجماع الصريح وأيضا في الإجماع السكوتي على حدود معينة وضبط معين وأن كانوا أيضا في الترجيحات مالوا إلى الأخذ ببعض خضايا العمل ولكن الشفعية أقل توجها إلى الاستدلال بما جرى به العمل في عمومه ثم تعرض للحنابلة ثم عمل مبحثا خاصا فرعا خاصا لكلام عن من اعترض على عد العمل إجماعا أو أطلق عدم الاحجاز به وهذا أشار إلى عدد من العلماء الباحثين ابن قدامى والغزالي وابن حزم وابن تيمية والطرطوشي المالكي والشاطبي هؤلاء لهم أقاويل في عدم الاستدلال بالعمل وتعرض لهم ونقل من كتبهم وهو أيضا باب نقلي مهم وكله مدون بمصادره ولم يترك شيئا بدون إحالة المطلب الثاني حقيقة العمل الخاطئ إذن في باب الحجية عقد المبحث الأول لحجية العمل العام يعني إذا نسب العمل إلى جميع المسلمين ثم عقد المطلب الثاني لحجية العمل إذا نسب إلى جهة خاص وعندما يتناول الباحث في هذا الكتاب جميعه عندما يتناول الدليل الخاص أو العمل الخاص يعني يكون قاصدا ما قاله المالكية في موضوع عمل أهل المدينة في الغالب وإن كان هو تعرض أيضا في بعض الجهات إلى عمل الحنفية أو إلى عمل الكوفة وعمل بعض الجهات في أحيان مخصوصة إلا أن أصل فكرة هذا القسم لأصبحت مبسوثة في كل أبحاث الكتاب هي من قول المالكية بالعمل المدني فهنا الآن يتكلم عن حقيقة العمل الخاص هنا أحيل إلى هذا البحث يعني لو نشوف صفحته من صفحة 263 إلى 322 يعني في حدود 60 إلى 70 صفحة في هذا الموضوع المهم اللي أغلبه عن عمل المدينة كذلك واللي بعضه في العمل الخاص من غير عمل أهل المدينة وهو أشياء فيها دقة وأهمية يجب الاهتمام بها المطلب الثالث دلالة عمل المسلمين على أي معنى نستدل بعمل المسلمين هنا مسألة مهمة هو قارن قال إذا كانت الألفاظ يستدل بها على معنى دلالة الألفاظ والوضع اللغوي ونسبتها إلى الحقيقة والمجاز أو إلى الاشتراك بالعالم فإذا كنا أمام عمل المسلمين الآن إذا جمعنا كل هذه النصوص واعتججنا بعمل المسلمين فما وجه الاحتجاج بالعمل المسلمين أو ما هي جهة دلالة العمل فهنا أيضا قدم عمل مهم وقال إن دلالة العمل مبنية على الفعل النبوي فأصبح يتكلم عن الإجماع عن عمل المسلمين باعتباره فعلا لعموم المسلمين وقارنه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل دلالة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مبحث أصولي مستقل في علم أصول الفقه ولكن العمل المسلمين ربما ليس له جهة تشير إليه على ملمح على وجه الخصوصية في علم أصول الفقه فهو أشار إلى أن تكون له جهة أو يقاس ويربط بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الإجماع الفعلي إذا وجدنا إجماعا فعليا فهو على معنى الأحكام التي يأخذها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا توسع أيضا في مسألة الترق وهي مسألة مهمة جدا وعلى الأخص في مبحث البدعاء ومبحث البدعاء نعلم كيف صار فيه النوع من التشدد والتضييق الكبير والاستدلال بالتروق ومسألة الترق فهو مسألة الترق في أكثر من موضع تكلم عنها وهذا الموضع من الموضع المهمة في هذا المبحث لأنه ربط مسألة الترق بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فترك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم له الدلالة المخصوصة بناء على أنه فعل منه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ترك الأمة مقارنا بفعلها صاغ ذلك أيضا في حوالي 15 صفحة مهمة في هذا المجال ثم عقد مبحثا للضوابط ضوابط على وجه السرعة يقول أن ضوابط الاستدلال بعمل المسلمين هي ثبوت جريان العمل يبد أن يكون هذا العمل يثبت ينقل نقل المهم وهذا هناك عدة طرق المشاهدة والنقل والعوائد لابد أن يقع العمل في القرون المفضلة في العمل المسلمين العام أو عمل المسلمين الخاص وهذا طبعا في العمل المربوط بالدليل الشرعي لأن علاقة العمل بالدليل الشرعي علاقة مهمة ثم عقد مبحثا للأخطاء التي وردت والتي تحقق في هذا المجال لأن أيضا كما أن عمل المسلمين له تطبيقات صحيحة فإنه أيضا قد وقع فيه الخلط هنا يمر المؤلف إلى الفصل الثالث وهو أثر الاستدلال بالعمل أو بعمل المسلمين في موضوع التعارض والترجيح ويلحقه الفصل الأخير في العلاقة بين العمل والنصوص إذن الفصل الثالث في موضوع التعارض والترجيح طبعا نعلم أن هذا هي لب المشكلة في عملية العمل وخاصة بالنسبة للمالكية في القول بعمل أهل المدينة ولبعض العلماء الذين ضعفوا بعض الروايات بسبب عدم ورود العمل أو بسبب ورود العمل أو بسبب ورود العمل المخالف وبالتالي هذا الفصل من الفصول الكبيرة والملئة بالتفصيلة فصل هذا القول أو هذه المسألة أو هذا الفصل في ثلاثة مباحث ذات حجام متناسبة مع الموضوع المبحث الأول هو يتكلم عن أثر عمل المسلمين في تضعيف وتقوية الأخبار والمبحث الثاني أثره في النسخ أثر العمل في النسخ والمبحث الثالث أثره في صح تصحيح تعيين الدلالة والتأويل لاحظة للجوانب الثلاثة جوانب أساسية في العمل الفقه والعمل الاجتهادي تصبح حتى رسالة مستخدم كل فقرة منها هي رسالة متخصصة وحتى عنوين مطالبه يعني حتى عنوين مطالب يمكن للإنسان أن يشتغل على توسيعها والاستدلال عليها لأن فيها إحكام على قدر كبير جدا في تصوير المسألة وتدقيق الترابط يعني الترابط الداخلي بين المسائل الموضوع يعني واضح أنه محكم واهتم به جدا فالخطة يعني والهيكلية خطة مترابطة إذن إذا جئنا لأثر العمل في تصحيح وتقوية أو في تضعيف وتقوية الأخبار هنا قسمه إلى مطلبين المطلب الأول أترجى جريان العمل على وفق الخبر والمطلب الثاني أترجى جريان العمل على خلاف الخبر أترجى جريان العمل على وفق الخبر طبعا هذه مسألة أيضا دقيقة ومهمة وأصبح الدات بعد جدلي ونقاشات كبيرة جدا وهي مسألة منتشرة في علم المصطلح وفي باب الإجماع في علم أصول الفقه وفي باب خبر الواحد وهي مسألة تلقي بالقبول درجة التلقي بالقبول في مقابل أو مع مسألة الإجماع ومسألة التواتر والشهرة فكان هناك إصطلاح متداول قديما وظل هذا الإصطلاح في التداول وفرع عليه فروع كثيرة دون أن يدمج بمبحث العمل أو مبحث الإجماع فهو أشار إلى هذا الأمر في هذا السياق هو في أترجى جريان العمل على وفق الخبر وذكره على فروع ثلاثة التصحيح بموافقة الخبر بالإجماع موافقة الإجماع للخبر والتصحيح بموافقة الخبر لفعل الصحابي أو لفتاوى من العلماء والفرع الأخير التصحيح بموافقة العمل الخاص مثل عمل أهل مدينة وما إلى ذلك وهو أيضا هنا باب جدلي مع المالكية وفيه مناقشة طويلة فإذا هذا الصياغة فيها جمالية وضح العقلية دقيقة جدا وفيها ربط قوي ومحكم بهذه المنهة يعني هذه الأعتقد أنه يصل حتى مقرر دراسي لدراسات العليا لدراسة وخاصة كل مبحث أو كل عنوان كيف تفصل وحتى لمنهج البحث ففي الحقيقة يعني شيخنا أعتقد أنه لم يمر بعنوان يعني عمل المسلمين هكذا هذه الميزة يعني هو هذه ميزة الباحث الجاد هو كيف يبادر إلى التقاط المعاني حتى العنوان ولذلك هو نعم في إجابة في اختيار البحث في اختيار عنوان في اختيار مشكلة البحث يعني أن يكون الباحث يبدو الجهد في تعيين مشكلة جديرة بالبحث وفي تصور زاوية احتياجها إلى هذا البحث فهو يعني يعتبر أعتقد أنه التصور للإشكال تصور للإشكال وإن كان في نظري مازالت المسألة تحتاج إلى بعد آخر وهو بعد التمييز المذهبي اللي هو إن هذا وإن كانه أشار إلى دور المذهب وموقفها ولكن لم يفعل ذلك ولم يرتب عليه في الفصول الأخرى آثار وفي الحقيقة إن كل مذهب يتمشى معه نسبة محدودة من القول بالعمل أو نسبة مبالغة من القول بالعمل فهذا وهذا ربما أحد الإشكاليات المعاصرة اللي ربما حتى الباحثين الكبار كما لاحظنا في أكثر من الموضع لا يعني أو يقعون في إشكالياتها لأننا نحن في هذا العصر أعتقد منذ عصر النهضة من بداية النهضة الحديثة في بدايات القرن العشرين في مصر وفي غيرها أصبحت البحوط الشرعية تتكلم عن المعنى الشرعي العام أصبحت تتكلم عن الفتوى العامة عن الفتوى في الشريعة أو عن الفقه الإسلامي عموما أو عن قضايا الشريعة الإسلامية عموما وبالتالي المذهبية والمنهجية لم تعد مؤثرة في في الدرس الفقي والأصولي بل أصبحت الدرس المذهبي أصبح يدرس على أنه احتمال من الاحتمالات الممكنة فيدرس الباحث المسألة الواحدة من خلال أربع زوايا الزوايا المذهبية الأربعة ثم يتخير أحدها بناء على ترجيح منه وينطلق إلى مسألة أخرى ويبحثها على المذاهب الأربعة ويتخير فعندما أتت المدرسة المعاصرة الحالية الآن المدرسة السلفية الآن جارية جاري العمل عليها والتي أصبحت أيضا تدعو إلى الاستدلال المباشر من الدليل وهمشت البحث المذهبي أيضا فأصبح كذلك الملحظ هو ملحظ الترجيح في المسألة الواحدة الظهور بمعنى راجح وفي الحقيقة هذا سيؤدي إلى عدم الاهتمام بالتعددية المذهبية التي لها درجات اعتبارية مهمة وسيؤدي بنا إلى تضعيف وتصحية وليس إلى صياغة وقتل الملكة وليس إلى صياغة عامة وبالتالي أعتقد أن لو كان أعملنا ذلك ربما التفتنا إلى إشكالية التأصيل المنهجية الشافعية والمنهجية المالكية وهذا أثر في العمل لأن مصطلحات العمل تكثر عند مالك وابي حنيفة وتقل وعند أهل العلل من أهل مصطلح الحديث ومن المحدثين وهم ليسوا على منهج الإمام الشافعي الترتيب فإذا هناك منهجتين وتتفرع كل منهجية إلى فروق داخلية وهي دات تعلق مذهبي نقولنا اليوم عن الاهتمام بالمنهج المذهبي واعتباره نوعاً ما في خط سلبي أو في خط غير ليست له مشروعيته فأصبح الباحث ليس لا يكتفي الباحث بإنهاء الباحث أو بالوصول إلى حل المشكل بربطها بالمنهجية المذهبية التي هي مرتبطة بها وإنما يحتاج إلى أن يربطها بالمنهجية العامة ربطاً مرة واحدة ولذلك هنا نحن في كل هذه المباحث نسير أحياناً في التصحيح وتضعيف وهذا منهج ربما يعني يقلل من الاستفادة لأننا إذا أتينا إلى تضعيف عمل أهل المدينة وتضعيف موقف المالكية مثلاً في الماجريات وما إلى ذلك لأنه ليس مناسباً للدليل فإذا هو توقفنا عند نقطة لم يعني استفدنا من تنوع العمل في الجهة الباحثية ولكن لم نعكسه في الجانب العملي لتنوع مفيد للأمة ومفيد لاحتضان هذه التنوعات المذهبية المختلفة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأعتذر عن الإطالة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين بارك الله فيكم واجزاكم الله كل خير فريد الدكتور على هذه الإطلالة الماتعة صراحة في هذا الكتاب القيم عمل المسلمين مفهومه وحجيته وآثاره دراسة نظرية تطبيقية للدكتور فيصل بن سعيد الزهراني صراحة كتاب يعني مؤصل وكتاب يعني دقيق سواء في تقسيم الكتاب أو في عرض مسائله وتفصيلاته ويعني ننصح جميع طلاب العلم أن يقتنوا هذا الكتاب وكما ذكر الشيخ يعني هذا الكتاب يستفيد منه الطالب سواء في مذهبه الخاص ويستفيد منه في قضية التأصيل لهذا المبحث عموماً وأيضاً حتى في قضية الإطار البحث العلمي وكذا وربما يعني يستل منه الكثير من عنوين الماجستير والدكتورالي أن هذه المسألة لا تزال تحتاج إلى أبحاث ودراسات في تفاصيلها وجزئياتها والمؤلف بارك الله فيه يعني فتح الباب يعني على مصرعيه وأجاد وأفاد وأجدد لكم شكري وتقديري فضية الدكتور على هذه المحاضرة القيمة والدقيقة لجميع ما تناوله المؤلف وأشكر جميع المتابعين على متابعتهم لهذه الجلسة الحوارية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته